سرُّ النشاط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن خيرٌ من عمله النية هي منبعُ الأعمال فمن نوى خيرًا يسر الله له فعل الخير ومن نوى شرًا وقع فيما نواه والعياذ بالله والنية الصالحة سببٌ لإيتاء الخير من الله للناوي وحصول المغفرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أُخِذَ منكم ويغفِر لكم والله غفورٌ رحيم فلابد من قصد رضى الله بالأعمال لا رضى فلانٍ أو فلان أو حصول شيءٍ من الحضوض الدنيوية والإنسان قد يجد أجورًا على أعمالٍ لم يعملها ولكنه نوى نيةً صادقةً أن يفعلها إن تيسرت له أسباب فعلها ولذلك كانت نية المؤمن خيرًا من عمله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر